فمثل ما كنت عم قول موضوعنا اليوم عن الكمبانيون بلانتينج أو النباتات المترافقة اللي هنه بيزد على اكسبرينس كتير صاروا وينما كان شو لازم ينزرح حت شو وشو فينا نحط حت شو شو النباتات يلي بتفيد بعضها هيدا المبدأ هو ضمن الاجتماعات المعاملات الزراعية الجيدة لحتى نحن نطلع بشتل عم بيفيد بعضه عم يكبر مع بعضه يكون الديسبلي طبعه كتير مهضوم عنا بجنينة اليوم رح أعطي اكزامبل عن ثري سيسترز أو الأخوات الثلاث اللي منسميهم إذا بدنا نترجمها للعربي اللي هو مبدأ كتير قديم موجود بأمريكا الشمالية كانوا يعملوا القبائل الأمريكية القديمة يعني النيتف أمريكنز أو الهنود الحمر إذا بدنا نسميهم بأمريكا وهيدا المبدأ انتشر على العالم وبيزد عن جد على اكزامبل كتير مهمة ورح نرجع نحكي عن كام اكزامبل تانيين ورح نشوف صور هلأ كمان بعد شوي فشو مبدأ الكمبانيون بلانتينج؟ هو بكل بساطة إذا نحن عنا جنينة أو بويات شو الشتل يلي نزرعه حد شو؟ فيه شتل بيكونوا بعيلة وحدة ما فينا نزرعه حد بعد لأنه بياخدوا من الأرض الشي زيته اللي زيت الأمراض بتيجي عليهم بيكبروا مثل بعض فممكن أنه يغطع مع بعض ممكن يتنافسوا على كمية الأرض اللي موجودين فيها على كمية الغزايا اللي موجودة فيها على الماء فبيصيروا يأزوا بعض رح نبلش نشوف صور هلأ وإحكي عنهم على السريع قبل ما أعمل اكسبرينس الزرع وخبركم اوكي سو الثري سيسترز يلي حكينا عنهم هن بكل بساطة إذا بدنا نحكي عنهم هن تلك شتلات البين إيدي أول شتلة هي الكوسة أو اللقطين يعني فينا نعتمد الاثنين تاني شتلة هي اللوبيا وثالث شتلة هي الدرع فشو الفكرة منهم الفكرة منهم إنه كل شتلة من هالثلات شتلات بدها تفيد غيرها وبدها ما تاخد محل غيرها بكل بساطة إذا بدنا نبلش بالدرع هي أول شتلة منزرعها رح لق نزرعها أوكي إذا بدنا نشيلها بدنا نشيلها بهالطريقة أطول بدي أذكر التراب يلي منزرع فيه يكون تراب كتير مغزة كتير منيح هلا أنا هوني بهيدا البو أكيد أنتم ما تعملوا مثلي ما تزرعوا هالكمية الشتل ببو كتير صغير بس لأنه ما عندي مسيحة كتير الأفضل ينزرعوا بالأرض أو ينزرعوا ببو شوي كبير لأنه هول الشتلات كتير بيكبروا أول شتلة منزرعها بالنص هي الدرع أو الكورن فبها الطريقة نحفر شوي مننزلها بالنص ومنرجع منثبتها كتير منيح الشتلة الثانية اللي رح نزرعها حدها هي اللوبيا أو الفاصوليا السبب كتير بسيط ليش هايدي الشتلة منزرعها حدها لأنه هايدي الشتلة معروفة هي عرباشة بتعربش بداشي تعربش عليه هوني بهالفترة لما نزرع الدرع لما نزرع الدرع مننطر شي عشرين يوم خمس عشر يوم لحتى تكبر لحتى اللوبيا لايكو قدية كبيرة هنه نزرعوا بذات الوقت لحتى ما تغطي عليها ما تخنئها مننطر الدرع شي خمس عشر يوم لحتى تكبر ومن بعدها منزرع شتلة اللوبيا حدها أكيد بدنا نبعد شوي يعني إذا نحنا موجودين بالأرض بدنا نبعد تقريبا على القليل شي ثلاثين سنتي أو عشرين سنتي لحتى تترك للدرع المسيحة إنها تكبر ومنزرعها حدها بهالطريقة أكيد لما يكبر الدرع واللوبيا تبلش تعربش عليه رح بيفيدوا بعضهم إنه رح يكون القصبة أو التوتر طبعا بذات الوقت اللوبيا هي نحنا منسميها لجيومينوز أو البوكوليات هول الشتل عندهم ميزة كتير مهمة إنه بياخدوا الأزوت من الهواء اللي هو كتير ضروري للشتل يلي بيكبرهم وبيشتغل على الخضار بياخدوا من الهواء وبيسبتوا بالأرض يعني اللوبيا هون صحيح إنه استفادت من الدرع رح تعربش عليها بس كمان عم بتفيدها إنه عم تعطيها الأزوت عم تعطي نفسها بالأول عم تعطي الأرض وعم تعطي الدرع الأزوت يلي عايزته لا تكبر وثالث شتلة من الثري سيسترز أو الأخوات الثلاث هي فينا يا لقطين ياكوسا وفينا أكيد نستعمل الخيار ما في مشكلة لأنه هنه من ذات العائلة بس عادة بالقباء الأديمة كانوا يستعملوا كتير اللقطين أو الكوسا بنزرعهم حدهم بنبعدهم شوي وبيكونوا لأنه هول الشتلات بيزحفوا أو بيكونوا دايما بيعيشوا على الأرض ما بيقدروا كتير يطلعوا بيكونوا مثل جراوند كوفر للشتلات طبعنا أنا رح حط شتلتين أوكي وهنه رح يشتغلوا جراوند كوفر رح يحفظوا رتوبة بالأرض رح يمنعوا العشب المش منيح أنه يطلع وهيكي منكون نحنا عملنا شي مهضوم شي ثري دي إذا شفناهم بيكونوا كتير مهضومين عنا بجنائين منبلش نشوف شوية صور لحتى نعطي أمسي لأكتر عن الكمبانيون بلانتينج أو المبدأ يلي نحنا عم نحكي عليه فأنا هون كمان جبت ثلاثة شتلت ما رح أزرعهم اللي هني إذا شفتوا هون نشوف أول صورة ديسبوزيسيون طبع جنينة بتكون حلوة بيكون فيها زهور بيكون فيها شتل أخضر بيكون فيها شتل عم يعطي فويكة عم يعطي زهور أنا جبت هون معي البندورة أنا اتقالت بالأول أنه البندورة كتير تصبط حد الحبق هذا شيء لنا قبل بحلقة الحبق كمان فينا نزرع حد البندورة اللافندر يلي بيبعد الحشرات عنهم فينا نزرع السيبولات أو الشايفز اللي هو كمان ريحته اللي هو نوع من التوم كمان بيقدر يبعد الحشرات عنهم فهيك بيكونوا عم بيفيدوا بعضهم بيكونوا عم يعطوا غزاء عن بعضهم ومنكون أكيد استفدنا من كل المسيحة اللي نحنا فيها فهلأ عم نشوف صورة اللي هي صورة البندورة والحبق كيف نحنا بنزرعهم حد بعض يجي على الحبق قبل ما يجي على البندورة ففينا نعرف إنه هالحشرة صارت موجودة عندنا بتكون هون الحبقة عم تحمي شتلة البندورة من الحشرات يلي ممكن إنه تأذية نشوف صورة تانية هايدي الشتلة كتير مهمة هي الكابوسين أو النستورتيوم يلي بتطلع كتير على جنب الطرقات هايدي الشتلة كتير مهمة إنه تنزرع حد الشتل عندنا بجنينة فينا نشتريها بزر من لقيها بالمحلات الزراعية فينا نشيلها نحنا نشتلها الحلو فيها أكيد الشاف بيعرف إنه الظهور طبعها والوراق بيتاكلوا طعمتهم بتشبه كتير الرقا على طعمي شوي حدي ففينا نستفيد منها إنه بتحمي الشتلات يلي عنا من الحشرات وبزيت الوقت فينا نحنا كمان نستعملها بالسلاة ونطبخها منشوف صورة جديدة هلأ الصورة هون هي شتلة كتير مهمة هي الماري جولد أو الكالندولا هايدي الزهرة كتير مهمة تكون عندنا بجنينة أول شي بتعطي شكل كتير حلو لجنينة طبعنا تاني شي بتقدر إنه تجذب الحشرات يلي بتعمل التلقيح للشتل طبعنا يعني إذا زرعين بنادورة أو قيار هول الشتلات بيزهروا بحاجة للنحل بحاجة للبوترفلايز يلي جايين يعملوا البولينيشن فهيدي الشتل غير إنه بتحمي فيها تقرب الحشرات المنيحة ما بعرف إذا بعد فيه صور نشوفهم يلا منشوف هولي هي يعني أنا بعد ما زرعتهم هولي شكلهم بعد شهر أو شهرين شوفوا يعني عنا شتل بالطول عنا شتل بالأرض عنا شتل عم بيعربش فالشكل الجنيني عنا غير إنه بيصير حلو كمان فينا نستفيد قدمة فينا من هولي الشتلات يلي عم بيعبوا جنيني طبعنا من دون ما يتنفسوا على بعض لا على المطرح ولا على شي هون إذا عنا ورد إذا عنا ورد شوفينا نزرع حد الورد الورد يعني المشاكله كتير وحشراته كتير أول شي فينا نزرع على الطرف عنا التوم أو البصل التوم والبصل في مرض فطري بيجي كتير على الزهر على الورد برتوبة هو البلاك سبوت أو الدبغ الأسود التوم بالمكونات طبعه بيقدر يحمي الورد من هيدا المرض في عنا كمان الزعتر أو العطرة أو حتى البقدونس بيحموا كتير الشتل الورد من المن يلي جاي عليهم كمان بسبب ريحتهم من بعضهم منشوف الصورة اللي بعدها وهون كمان الورد شوفينا نزرع حده إذا بتطلعوا على اليمين اللافندر اللافندر كتير مهم حد الورد لأنه بيبعد كل القوارد يعني إذا جاي فيران أو جرادين لحتى يقربوا على عنا والشتلة على اليمين هي الأكيلية أو اليارو هايدي الشتلة بشكل إن دايركت بتقدر تفيد الشتلة تبعنا بتقدر تجذب الكوكسينيل أو اللايدي باك يلي هي بدورة بتقدر تاكل المن فهولي إجزامبليت أكيد نبقى منعمل كتير بعد حلقات عن الورد هو بنحكي عنه أكتر بس هولي عن البنادور عن ثري سيسترز يلي أنتو فيكن تستعملون الصورة يلي عم نشوفها الأخيرة كتير مهمة لا منزرع وارد كتير حد الكروم العنب لأن الورد بكل بساطة هون هو بنفسه عم يحمي كروم العنب هو بيجذب الأمراض والحشرات لإله ففينا نعرف أنه في أمراض وحشرات جاية على الكروم طبعنا ومنعالج ومنرش قبل بوقت هولي كانوا أهم إجزامبليت أكيد فيكن تطلعوا على جوجل تشوفوا كتير إجزامبليز عن الكمبانيون بلانتينجز أنا هون بتخلص فكرتي وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من التقى بمواضيع تانية